قل هل يجوز أن نصلي صلاة الجمعة بأهل البيت عدى النساء بسبب أن هذه الجائحة طالت وليس لها أجل مسمى الجواب القول الصحيح الذي عليه جماهير المسلمين هو أن الجمعة لا تصلى في البيوت وهذا هو قول جماهير أهل العلم من مختلف المذاهب الإسلامية فالجمهور يشترطون لها أن تكون في مصر لا تتعدد فيه إلا بإذن من ولي الأمر لسبب ويشترطون لها المسجد الجامع ومنهم من رخص في غير المسجد الجامع لكن لم يصل بهم الحال إلى القول بجواز إقامتها في البيوت ونظروا إلى أن الذي فاتته الجمعة يصلي ظهرا في بيته ومنعوا أداء الجمعة في البيوت حتى لا تكون أيضا ذريعة لترك الجوامع والمساجد نعم هناك قول ضعيف يراه بعض الفقهاء المتقدمين وأخذ به أيضا بعض المعاصرين يرى أنه لا مانع من صلاة الجمعة في البيوت لكنه قول ضعيف لا يستند إلى دليل شرعي ولم يكن من معهود فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالح الأقرب عهدا إلى أهل التشريع معلوم أن هذه القضية خضية توقيف و لا يمكن أن تقاس على ما سواها لأن الفرائض حكمها مختلف ليست كعموم الصلوات المندوبة أو النوافل التي يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها فالفرائض والجمعة فريضة حينما تقام تقام بشروطها وتؤدى بالهيئة والصفة التي كانت بها إجازتها الشرعية فإذا اختلت هذه الشروط ولذلك سقطت عن المسافر أي سقط وجوبها عن المسافر و سقطت عن المرأة فكل هذه الأدلة الشرعية تمنع جواز إقامة الجمعة في البيوت والله تعالى أعلم نريد أن نقرأ في السؤال شيئا آخر أيضا فضلت الشيخ كما تفضلتم في السؤال السابق عدم صلاة الجمعة في مثل هذه الجوائح هل ينقص من أجر الإنسان هل إذا صل الظهر بدلا من الجمعة يكون قد فاته أجر كثير لأن البعض ربما يثير هذه الأسئلة لظنه بأن أجرا كثيرا سيفوته طالما أن ترك الجمعة و الجماعات إنما هو لعذر شرعي مقبول فإنه لا مؤاخذة على المرء في ترك الجمعة و الجماعات في المساجد في هذه الأحوال نعم و تحمل الأحاديث التي ورد فيها الوعيد من نحو حديث من ترك ثلاث جمع دون عذر طبع الله على قلبه تحمل على ما وردت فيه فقد وردت فيه ترك الجمعة أو ودع الجمعة دون عذر شرعي نعم بينما تعليق أداء الصلوات في المساجد الجمعة و الجماعات إنما هو في هذه الظروف لعذر شرعي قوي مقبول لا خلاف حوله ولذلك يكاد أجمعت عليه الأمة إن لم يكن بقولها فبفعلها نعم و من أجل ذلك فإنه لا مؤاخذة في ترك الجمعة وأما ما يتعلق بالأجر و الثواب فإن مرد ذلك إلى النية و المقصد نعم فمن استصحب نية الحرص على أداء صلاة الجمعة و أسف على فواتها و رجى الله تبارك و تعالى أن يرفع هذه الموانع و أن يعود إلى بيوت الله عز و جل نعم لا شك أنه أعلى درجة ممن اهتبل هذه الفرصة نعم و رأى أن في تعليق أداء الصلوات في المساجد فسحة له و راحة بال شتان بين الشخصين نعم فمن أجل ذلك في مثل هذه الظروف و الأحوال لا بد أن يكون المسلم حريصا على نواياه و مقاصده نعم فيدين الله تبارك و تعالى بحسن العبودية و حسن التدين و يأسف على فوات الأفضل الأكمل و يرجو أن يعود إلى ما فيه الخير و الفضل و الكمال و يجعل من نفسه سببا لذلك سواء كانت بالأسباب المادية بالأخذ بوسائل السلامة و الوقاية أو كانت بالأسباب المعنوية الإيمانية التي تقدم شرحها في مناسبات سابقة هذا و الله تعالى ندخل الآن في التفسير ترجمة نانسي قنقر